بقى على مجهوداتنا احنا ومجهودات الهيئة في الحفاظ على السوق امن ومستقر لو حد ان شاء الله يعني لو عنده اي مشكلة ما يلاقيش ازمة وهو بيحصل على الدو بتاعه طيب خلينا نبدأ خطوة بقى ما نتأخر شوية اللي هي فكرة هو اصلا هيئة الدوة لما تم انشاءها كان ايه الفكرة القيادة السياسية المصرية من البداية ضمن رؤية مصر عشرين تلاتين كان الارتقاء بالمنظومة الصحية وبجودة لحياة المواطن كان احد اهم محاور هذه المنظومة طبعا في الاطار ده كان انشاء هيئة الدوة بالقانون 111 2019 الخاص بانشاء الهيئة وكان معنا في نفس القانون هيئة شراء الموحد ايه هدف انشاء هيئة الدوة ان يكون عندي هيئة مسؤولة عن تنظيم تسجيل وتداول والرقابة على ايه ادواء البشرية ادواء البيطرية ادواء العجبية مستحضرات التجميل المستزبات الطبية الادواء الحيوية زي اللقاحات يمكن دور هيئة الدوة مش بس في الادواء البشرية زي ما ناس متخيلة لا هو دور هيئة الدوة شامل دور كبير وبياخد كل المراحل اللي بيعاد بيها الدوة منذ فكرة الدوة حتى لحد ما يبقى في ايد المواطن نعم تمام ده يبقى من حسن الحظ ان هيئة جات قبل الكورونا هو كان تحدي يعني سبحان الله طبعا ده قدر من ربنا ان كان لايحة ننفيذية هيئة الدوة كانت في شهر 2 2020 والكورونا كانت في 3 2020 بالضبط فهو كان تحدي كبير بالنسبة لك هيئة الدوة ان احنا نقدر يعني في بداية انشاءنا نواجه تحدي العالم كله وجهه والحمد لله شكر لله مصر نجحت في فترة الكورونا انها تكون من الدول اللي وفرت كل الأدوية البروتوكولات على الكورونا بشكل كامل وبشكل محلي الحمد لله كل العقارات اللي كان بيتم وتحددها من خلال رخصة لاستخدام الطارق برى مصر من خلال البروتوكولات العالمية وبتوصي بيها لجنة البروتوكولات المصرية كان بيتم توفرها في زمن قياسي يعني نذكر عقار ريميداسفير ده تم انتاجه في مصر وتم تصديره خارجيا عقار فابيبرافير كل الأدوية اللي دخل في بروتوكولات الحمد لله والشكر لله مصر نجحت فيها وكان آخرها هجب تتكلم على أدوية كلنا جبناها لأن الكورونا ما ثابتش حد الحية فالأدوية دي أسماء متدولة بالنسبة للناس بالضبط كده وكان آخرها في شهر 12 2021 لما مصر كتأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تنتج عقار الملونو برافير اللي برضو المستخدم في علاج كورونا من خلال أكثر من 14 شركة مصرية وده كان يعني يعتبر صبق لأن احنا كنا ممكن خامس دولة على مستوى العالم فهي الفكرة النهاية الدولة وجدت التحدي والتحدي ده الحمد لله وشكر اللي يقدرونه على أرقام مهمة جدا حصلت أثنائه مصر وفرت في السنتين بتوع علاج كورونا أكثر من 230 مليون عبو الدواء استخدمها في بروتوكولات تمام؟ ده بخلاف اللقاحات بخلاف اللقاحات 32 مليون عبو الدواء دول لو ما كانوش يتوفره من خلال الصناع المحليين كنا هنكلف مصر ومع عسابات كل حاجة ومع عسابات سعر الدولار فطورة استراضية تقدر بـ 2 مليار دولار إن لم تكن الحاجات دي موجودة إن لم تكن الحاجات دي موجودة الحمد لله وشكر لله آه كان تحدي لكن الحمد لله بتوجيه القيادة السياسية وبدعمها لنا قدرنا نحن نشتغل بشكل قوي جدا مع الصناع المحليين ونوفر الأدوية دي تب ولي يا دكتور هو حد إزاي قبل وبعد؟ لو أبنى كده يعني مقارنة سريعة هي مش قبل وبعد يعني التحديات اللي كانت في الفترة قبل إنشاء الهيئة ويهي الحاجات اللي كانت نقصانة وتحققت بفضل الله لما الهيئة بات موجودة طيب عام حاجة وحدة القرار النهارده هيئة الدواء هي المسؤولة على ملف الدواء كاملا فالنهارده الأمن الدوائي المصري اللي هو أحد أهم روافد الأمن القومي المصري بقى في إيد هيئة وزارية تابعة لرئاسة الوزراء فالقرار بيتاخذ بشكل يستجيب للسوق ويستجيب لحاجة المرضى ويستجيب للمتغيرات العالمية يعني التبعية هنا فرقت أكيد دي نقطة النقطة التانية إن بقى فيه تناسق وبقى فيه هرمونيزيشن بين كل الجهات العاملة فيما يخص ملف الدواء سواء فيما يخص تسجيل الدواء المراقبة على الأسواق السيدليات التوزيع توفير الأدوية كل حاجة تخص الدواء بقت في تتابعة هيئة واحدة